اشتركوا في القناة اكتر من مرحلة دراسية فاول سؤال هابتدي بيه درس النهاردة اي هي السياحة او ما المقصود بالسياحة طبعا مقصود بالسياحة هي عبارة عن انتقال الفرد وصفره من اجل الحصول ايب انا بسافر من اجل هي من اجل الحصول على راحة او استجمام او العلاج وغيرها السؤال التاني للسياحة دور مهم جدا طبعا في اقتصاد العالم لماذا لان السياحة تشكل احد اهم العناصر الداعمة للاقتصاد في العالم لما لها من دور بارز دور واضح في تطوير وتنمية البلاد السؤال الثالث مصر من اكبر الدول الغنية بمقاومات السياحة او بصورة اخرى ازدهار السياحة في مصر لماذا طبعا ده بيرجع لموقع مصر الجغرافي يبقى يرجع ذلك لما تملكه مصر من مقاومات ثقافية وايضا تاريخية وطبعية لبنى مصر عندها مقاومات ثقافية وتاريخية وطبعية وده بيأهلها انها تصبح دولة من ضمن دول كبيرة جدا في مجال السياحة ما يجعلها من اولى الدول المدونة على الخريطة السياحية العالمية وايضا لوفرة السياحة بمختلف انواحة طبعا هنعرف كمان شوية ان السياحة فيها ايه انواح السؤال الرابع يلعب قطاع السياحة في مصر دورا مهمة في اقتصادها او ما اهمية السياحة في مصر طيب هنا مقصد ايه دور السياحة فيها طبعا احنا قلنا ان يلعب قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية دورا مهمة في اقتصاد البلاد طبعا ليه لانها بتوفر عائد كبير جدا عائد من الدولارات من العملات الاجنبية التي اخذت بيد الناتج الاجنالي المحلي نحو التقدم والازدهار واتاحة فرص عمل للشباب السؤال الخامس مهم جدا وبتكرر ما انواع السياحة في مصر طبعا عندي 8 انواع سياحة اول نوع السياحة الطرفهية اتنين السياحة الثقافية ثلاثة السياحة البيئية أربعة السياحة العلاجية خمسة السياحة الرياضية ستة سياحة المهرجانات سبعة سياحة المؤتمرات تمانية السياحة الدينية طبعا في ترتيبهم انا بكتبهم او بجاوب عليهم في الامتحان مش مهم جدا الترتيب على قد ما انا اعرف لايه تمع 8 انواع السياحة السؤال السادس علم اتوافد السياح من كافة انحاء العالم الى مصر بهدف السياحة الطرفهية ليه؟ لماذا؟ وذلك لما تملك مصر من شواطئ طولها 3000 كم تبدأ منين؟ قال لي بامتداد فوق البحر الابيض والبحر الاحمر تتعرض لها طبعا قلنا تمكنت من ايه بقى؟ تمكنت قطاع السياحة من تجاوز كل الازمات واثبتت التجارب انها صناعة لا تندق ولا تندسر بلتان معاما بعد عين بالرغم من الاحداث المؤسفة التي قطة مر بيها طبعا ممكن نمر طبعا بصورات ممكن نمر ربنا يعافينا يا رب زلازل ممكن نمر زي ازمة كورونا اللي كلنا عصرناها فطبعا هنا في الكورونا كان كل البلد بتقفل مش عايزة حد جاي من ايه من برا ولا حد يخرج فطبعا هنا قطاع السياحة بتعرض لاختارة جديدة جدا طيب مع الازمة دي اللي حصل لا دي اثبتت فعلا انها صناعة لا تندق ما تتأثرش ما تكسيرش لا دي كان معاما بعد ايه بعد عام السؤال التاني ما نتاج تطور صناعة السياحة في مصر او ما السبب في تطور صناعة السياحة في مصر طبعا دا بيرجع للتنوع السياحي نتاج تطور السياحة في مصر ونتاج زحفها لمقدمة القطاعات الاقتصادية طبعا انا باجي اتكلم عن القطاع الاقتصادي سواء بقى في الزراعة في الصناعة في السياحة في الادواء كذا طيب يبقى هي نتاج زحفها لمقدمة القطاعات الاقتصادية طبعا تمكنت السياحة من تجاوز كل الأزمات زي السمائلين من شوية وأثبتت التجارب إنها لا تنضب ولا تندسر بل تنمع عاما بعد عام بالرغم من الأحداث المؤسفة اللي بتمر بيها البلاد فهي صناعة مرتبطة بالرغبة الإنسانية معرفة الإنسان في المعرفة وتخطي الحدود نركز كيا شباب مع بعضنا سؤال رقم 9 بيه ماذا تعرف عن السياحة الثقافية؟ طبعا لسه شرحين من شوية السياحة الطرفهية طيب السياحة الثقافية يتوافد السياح إلى المتاحف المصرية العالمية أو كيف تفتح مصر أبوابها أمان السياح الراغبين للإطلاع على حضارتها طبعا مهم جدا وأنا بحل الأسئلة أو أنا بذكرها خاصة كمان في الامتحانة وأنا بحل لازم أعرف راس السؤال بيقول إيه هو يقصد إيه؟ لأنه ممكن يجيب لي سؤال حالي أكتر من إجابة هي مناسبة ليه فمهم جدا أعرف المغزى من السؤال الجواب يأتي السياح للإطلاع إحنا عندنا حضارة عندنا ثقافة عندنا تاريخ وذلك بزيارة الأثار الفرعونية واليونانية والرومانية أخذوا بالكم إن كل الحضارات دي مرت عالمين على مصر فيتوافد السياح إلى المتاحف المصرية العالمية السؤال العاشر اذكر أبرز مناطق السياحة الترفعية في مصر طبعا أبرزها على وجه الإطلاق والخصوص طابة الغردقة شرم الشيخ مرسى عالم والعين السكنة تاقي يبقى من أهم المناطق دي إن طابة الغردقة شرم الشيخ مرسى عالم والعين السكنة السؤال الحضارة كيف حدث التنوع السياحي؟ طبعا حدث ذلك نتيجة إيه؟ نتاج تطور صناعة السياحة ونتاج زحفيها نحو مقدمة القطاعات الاقتصادية آيب إحنا عند الوقت عقلنا عندنا أكتر من نوع إن كل مسؤول مسؤول عن حاجة بيبتجي يعمل إيه؟ يطور زي مثلا وزير القصار بيبتجي يمرز القصار الفرعونية اللي عندنا اليونانية الرومانية وأكذا فده بيشجع على قطاع إيه؟ السياحة السؤال رقم 12 مصر تعد من أولى الدول المدونة على الخريطة السياحة العالمية علن لوفرة السياحة بمختلف أنواحها لبتالي مصر تعد من أولى الدول المدونة المسجلة على الخريطة السياحية العالمية ليه؟ طبعا لوفرة السياحة بمختلف أنواحها في الرقم 13 بما ترتبط السياحة ترتبط بإيه؟ طبعا قلنا إن السياحة ترتبط بالرغبة الإنسانية في المعرفة وتخطي الحدود وطبعا أي حاجة ترتبط بالإنسان لابد يحدث إيه؟ تطور طبعا فيها السؤال رقم 14 تنقسم مقاومات السياحة في مصر إلى عدة أنواع إيه هي؟ إما مقاومات طبيعية حاجة من عند ربنا وهبها لمصر إما مقاومات بشرية الإنسان بيعمل على إيه؟ بيعمل على إبرازها وتحسينها من أجل تحسين قطاع السياحة السؤال رقم 15 تحدث عن المقاومات الطبيعية للسياحة للسئالين إن حاجة المقاومات الطبيعية دي هبها من عند ربنا الجواب تتمثل في الموقع البغرافي سبحان الله المهم للبلاد حيث تعتبر حلقة وصل بين قرات العالم طبعا لهو أوروبا وأسيا وتأثر مصر بالمناخ المعتدل على مدار العين وبالتنوع التضاريسي والطبيعي سؤال رقم 16 تحدث عن المقاومات البشرية للسياحة أو ما أصل المقاومات البشرية في تنشيط السياحة يلا شباب كده مع بعضين تتمثل في القوى البشرية التي تعمل بالسياحة ولتعدد أنواعها وقصرة أماكنها فإنها تضم عددا من الشباب وذلك يجب على المصريين أن يحسنوا إيه؟ حاجة مهمة جدا معاملة السياح فين؟ في حصن الضيافة والأخلاق الكريمة فإذا حدث هذا فمن المفترض أن تنشط الإيه؟ السياحة يعني مع كرم ضيافتنا وحصن أخلاقنا الكريمة كل ده بينامي قطاع السياحة سفر رقم 17 ما الذي توقعه البعض بالنسبة للسياحة؟ سؤال في غاية الأهمية مع تطور الإعلام وظهور شبكة الإنترنت ليه الكلام ده يا مستر؟ طبعا إحنا عارفين أننا هات كده أي مكان تتخيله في العالم؟ اكتب بس سيرش كده أو بحث عن نت طبعا هيجي لك صور وفيديوهات وحك جرة جدا فالبعض هنا توقع حاجة بالنسبة للسياحة على مستوى العالم توقعوا إيه بقى؟ لقد توقع البعض أن تقل لحركة السياحة ليه؟ ما هو كل حاجة بقت متاح عنك التي تعجب المعلومات والصور والبيانات مليانة بالصور والبيانات بس السنوات أثبتت أنها أصبحت عاملا مساعدا شفت بقى؟ ده كمان التطور التكنولوجي ده ساهم في تطور السياحة أكثر في فوق السياحة في مصر يعني إيه الكلام ده؟ ده كمان النت خلينا تعرف على أماكن واسمع عنها أنا عمري ما كنت هعرف عنها فتخيل كده بتشوف مثلا منظر خلاب منظر سياحي سواء بقى بحر أشجار صحرة هيبقى نفسك فيها تقولي يا لو نفسي أوصل بس ألمس المياه دي أوصل للمكان ده طب لو جات لك الفرصة بالطبع طبعا إيه؟ هتسافر يبينها ظهور الانترنت ساهم وأصبح عمل مساعد في إيه؟ في سوق السياحة في رقم 18 للإعلام والانترنت دور كبير في مجال السياحة اذكروا دور مهم جدا أول دور هو العمل على رفع مركز مصر التلافوسي في الأسواق العالمية اتنين اظهار المنتج السياحي والتعريف به بشكل فعال أكثر وبصورة أكثر شمولية تلاتة العمل على تحسين صورة السياحة المصرية إيه؟ دولين يبدأ دور الإعلام عشان كده بنقول إيه؟ إن معظم الدولة دلوقت مسلسلتها في أفلامها في أغانيها بتعمل إيه؟ بتجيب لك مناظر خلابة تقولي إيه هو فيه مكان بالصورة دي في البلد دي يبقى هو المفروض دلوقتي كدور إعلام بيبعد عن إيه؟ بيبعد دور مصر التنافسي في الأسواق العالمية زي ما شرحنا التلاتة دولة صورة رقم 19 ما رأيك في مقترح زيادة عدد مدارس التعليم الفندوقي؟ طبعا حاجة مهم جدا هو من اللي هيسرفز من اللي هيقدم من اللي هيبقى المتر من اللي هيبقى الويتر من اللي هيبقى الانشيف مين 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 طبعا هيبقى من إيه؟ من طبعا من أساس التعليم الفندوقي يبقى طبعا أتفق مع هذا المقترح لأنه يستخدم صناعة السياحة المصرية بصورة بصبق قاعدة علمية مهمة جدا بصورة علمية منظمة ما بعدتش عن أي لا ده أنا كل خطواتي لازم تكون ايه؟ خطوات مدروسة ومحسوبة بطريقة علمية ثورة رقم 20 كيف يمكن تحسين صورة السياحة المصرية دوليا إزاي؟ حاجة مهمة جدا من خلال رفع الجودة لأعلى مستوياتها خاصة للخدمات التي تقدم للسائح مع الحرص على أن تكون أسعار الخدمات والرحلات مناسبة للجميع مش بس كده ووضع خطط تطويرية للمنتجات السياحية المصرية بشكل مستمر وإطلاق الحملات الدعائية في جميع الوسائل الإعلامية التابعة للدول التي تدعم الحركة السياحية ثورة رقم 21 ما الذي يجب فعله كي تعود السياحة المصرية لمكانتها أو ما الخطة العاجلة لعودة السياحة المصرية لمكانتها طبعا احنا قلنا من شوية حاجة مهمة جدا أني لازم أزود عدد مدارس التعليم الفندوقي لأن خارج المدارس الفندوقية هم الأساس الأيدي العاملة بالنسبة لقطاع السياحة عشان جدا الطالب اللي في الزراعة ده ليه شغله اللي في الصناعي ليه شغله اللي في التجاري ليه شغله يبقى هنا أنا لازم أدعم دور التعليم الفني وأبرزه لأنه بيطلع منه نمازج في غاية الأهمية طبعا إلى جانب عمل برنامج سريع لهم أصحاب المنتجعات آدنة كمان هدربهم لتأهلهم قبل الالتحاق بالعمل وإطلاق الحملات الدعائية من جميع الوسائل الإعلامية التابعة للدول التي تدعم وتصدر الحركة السياحية بأن نزلها لنأخذها شغلها قبل أن نزلها لسوء العمل لازم أدربها على أعلى مستوى عشان يبقى عندهم دراعة واعية بالاحتكاك طبعا بالنسي سؤال 22 أذكر أقسام قطاع السياحة عندي قام قسم في السياحة قسمين مهمين جدا هم قسمين ينقسم إلى فرعين الأول يا إما إداري والثاني يا إما إيه فني طبعا الفني اللي هو مهارات يدوية وإشرافية إحنا لسألين الويتر اللي بيقدم الشريف اللي هيطبخ الإشراف اللي سواء بقى المتر اللي بيكتب اللي بيحاسب يبقى هنا فيه مهارات يدوية تعمل بالإيد وفيه مهارات إيه إشرافية سؤال اللي كانت عاش فيه ما الذي يجب عليك فعله كطالب بعد تخرج هتعمل إيه بعد ما تتخرج سؤال مهم جدا لازم تسأل نفسك الجواب أن أكون عامل جذب ومعقول بناء لاقتصاد إيه بلد يبقى احنا قلنا أن أكون عامل جذب ومعقول بناء الاقتصاد إيه بلد لازم أفكر في مشاريع لازم أعتمد على نفسي لازم أطور من نفسي عشان إيه أجلب الاقتصاد لبلدي فالرقم 24 ما الذي قامت به هيئة التنمية السياحية في مصر وما الهدف منها طبعا قامت بوضع خطة سياحية هدفها تنشيط إيه السياحة في البلد وذلك من خلال زيادة الغرفة أو الغرف السياحية والارتقاء بالفنادق آه اللي هو إيه بقى فندق نجمة نجمتين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا طبعا مع كل نجمة في الفندق ده بيختلف سعر الأوضع وهذا يؤدي إلى زيادة فرص العمل أيضا ثلاثة من خمسة وعشرين كيف تكون عامل جذب البلدك هنسألنا من شوية أو كيف يصير طالب السياحة والفندقة عامل جذب ومعول بناء طبعا أول حاجة بص بق حاجة مهمة جدا تتمسك بلغتك العربية اللغة الأصلية لبلدك أن أتقن اللغة العربية وسيلة تواصلي مع كثير من السياح تبدأ بيدل على إيه حفاظي على هويتي وتمسكي بأصالتي وحرصي على نهضة بلدي طبعا لو كل واحد اتكلم بلغة شكل يبقى نحن كده بنمحي إيه بنمحي الهوية العربية أو أصالة إيه بلدنا ثلاثة رقم ستة وعشرين ما علاقة اللغة العربية بطالب السياحة والفندقة هنلسأ للم من شوية لأن اللغة العربية هي وسيلة تواصله مع السياح ودليل حفاظه على هويته وحرصه على نهضة بلاده قد بالك ممكن واحد يقول لي طب هو ليه السائح أو ليه أنا هكلمه باللغة العربية قد بالك لأن السائح اللي هيجي بلدك ده لو تعلم لغة عربية قد بالك هو بقول إيه هيتعلم لغة عربية هو هيتعلمها فصحة مش هيتعلمها لغة درجة ولا لغة إيه اللي هي المصطلحات بتاعتنا لا ده بيه هيتكلم ويتحدث لغة عربية فصحة فواجب عليك أن تتحدث كمان إيه لغة عربية فصحة سوى رقم 27 ما الظروف التي من الممكن أن تعوق تطور السياحة في مصر حاجة مهمة جدا ولازم كلنا ناخد بالنا منها أول حاجة التطرف والإرهاب وإصارة السورات اتنين المعاملة الغير لائقة للسائح تلاتة إهمال المنشآت السياحية أربع الظروف السياسية البلد غير مستقرة خمسة عدم الوعي لأهمية السياحة عشان كده يا شباب مع أي بلد بيحصل فيها حرب بتلاقي إيه يقول أمريكا عملت أخدت رعاياها مش عارف وهكذا يبقى هنا الظروف السياسية في البلد هي اللي بتتبع عامل جذب للسياحة أو عامل طرد للسياحة ستة عدم الترويج الجاين لصناعة السياحة المصرية المصرية ستة رقم 28 السياحة الصناعة لا تندصر دلل على ذلك طبعا إحنا قلنا حقا فبالرغم من الصعوبات اللي مرت بيها البلاد اللي إنها لن ولن تندسر ولن تنط بل تنمو طبعا كل كلمة هنقول معناها دلوقتي بل تنمو عاما بعد عين حيث إنها مرتبطة بالرغبة الإنسانية في المعرفة وتخطي لإيه الحدود ستة رقم 29 سؤال 29 متى تكون علاقة الإعلام بالسياحة علاقة إيجابية ومتى تكون سلبية طبعا بتكون علاقة إيجابية إذا عمل على إظهار المنتج السياحي والتعريف به والعمل على تحسين ثورة السياحة وتكون العلاقة سلبية إذا أظهر الجوانب الإيه السلبية والسيئة لتلك الدولة الثورة رقم 30 لو أردت أن تنشئ مشروعا سياحيا إيه الأفكار اللي ممكن تيجي في بالك تيجي في زهنك حاجة مهمة أول حاجة لازم اختار موقع المشروع اللي حقم عن المشروع اتنين إيه العوامل اللي هتعمل تشتغل عليه عشان تجزي بالسياح تلاتة إنك تستفد من المقامات الطبيعية نجي نبص معظم الكفاتريات حاليا تلاقي مثلا الكريسة بتاعته زي البراميل الترابيزات حاجات تحس إنها أفكار إيه الأفكار العادية دي تلاقي الديكورب بتاع الحيطان مفيش محارة مفيش بياضة يدوبك الطوب باين بيحط مصابيح إضاءاتها جميلة جدا يبقى هنا بيستفاد من مقامات الطبيعة خد باله هو معنى اللي أنا أتكلم عليها دلوقتي يبقى أنا شفت نمازج عملت إيه جذبتني شدتني حبيت لنا راح أعض في المكان اللي زي ده يبقى هنا الاستفادة من المقامات الطبيعية الاهتمام بالمقامات البشرية الجيدة من اللي هيخدم على المشروع ده ويشتغل في المشروع ده خمسة مشاركة الإعلام لهذا المشروع تسويق بقى ستة الاستفادة بخريج المدارس الفندقية الفندقية سترك محتلتين اذكر فوائد السياحة للفرد والمجتمع طبعا تعمل على نمو الدخل القومي توفيع فرص العمل والطرفي معاني الكلمات انتقال بمعنى ترحال المضاد استقرار بارد واضح وظاهر المضاد خفي الجودة لإتقان التمييز المضاد الرداءة بغاية بمعنى هدف ورغبة وقض المدونة طبعا المسجلة والمكتوبة كف جميع يعزي يسنن إليه التنوع الاختلاف المضاد التشابه تندصر تفنى وتنهى وتزول المضاد طبقة تجاوز تخطي وتعدي مدار طوال سفره رحيل المضاد إقامته يشكل يكون الإجمال الكلي المضاد الجزئي نتاج حصيلة لوفرة لكسرة المضاد لنضرة ولقلة أنحاء جهاد مفرد عنح أبرزة أشهرة وأفضلة زحفها سيريها البطيء المنتجعات ما يقصد الناس للراحة مفردها منتجع المؤسط الحزين مضادها المفرحة تستوعب تتحمل وتطيق من أجل بغرض وبهدف أدى عامة المساندة المضاد المغزلة عوائد إرادات وفوائد مفردها عائد تلبي تجيم وتوفر المضاد تعرض وتأبة يتوافد يأتي المضاد يرحل ويذهب عاجلة سريعة مضادها متأنية بطيئة الراغبين المريدين الطامحين تمكنت استطاعت مضادها عجزة تنضب بمعنى تنفد وتجف المراد تنتهي المضاد تتوفر وتزداد الصعوبات الشدائد مفردها الصعوبة الكريمة الطيبة الحسنة الأزمات الصعوبات مفردها الأزمة شمولية عمومية مضادها خصوصية تعد تعتبر احتياجات متطلبات مفردها احتياج تواصلك اتصالك مضادها انقطاعك تدعم تساند وتعين وتساعد المضاد تنظل فرعين قسمين جمعها فروع الارتقاء النهود والصعود معول أداة جمعها معاوي تطقن تجيد نهضة رقي وتقدم المضاد تأخر مركز مكانة جمعها مراكز ثورة شكل جمعها ثور مناسبة متوافقة تعج تمتلق المضاد تخلو وتفرنج تصاعد ارتفاع المضاد هبوط الملحة المتكررة بشدة والضرورية طبعا يا شباب احنا قلنا في معاني الكلمات عليها بتتكرر في نفس الايه في معظم الدروس تأهي لهم تدريبهم رسوخا ثبوتا واستقرارا أدل أرشد المضاد أضل أصالتك عراقتك وأصلك اتسام اتصاف فعال مؤثر يحسن المضاد يسيئه مستمر دوري المضاد متقطع الرئيسية الأساسية المضاد الفرعية ينبغي يجب ويلزم رواج الظهار ونجاح وانتعاش المضاد كساد الجدير المستحق للذكر جذب اجتزاب وشد المضاد نفور الضياف الاستقبال المضاد الإبعاد هوية خلاصة الشيء وجوهره الإزدهار التقدم والرفاهية المحل المضاد العالمي أو العالمية حضارة تمدن المضاد البداوة تطور ترقي وتدرج المضاد تأخر خطة مناعج وطرق مفردها خطة ساحل منطقة منطقة تجاور البحر جمعها سواحل الراحة ارتياح وطمأنينة جمعها راحات والمضاد التعب والإرهاق الاستجمال بمعنى الراحة واسترداد العافية وطلب النقاها المضاد التعب والإرهاق والعناء مقاومات ما يعطي قيمة لأي عمل أو شخص المراد قدرات مفردها مقوم متنوع مختلف المضاد متشابه الآثار بقية الشيء مفردها أثر مرتبطة متصلة الناتج الحاصل والنتيجة توقع تركب وزن وترسد المضاد تفاجأ قطاع جزء من أرض ومنطقة وإقليم الاطلاع الاكتشاف والتعرف المتاحف موضع التحف الرغبة الإرادة الالتحاق الانضمام المضاد الانفصال شمولية عمومية وكلية المضاد جزئية وخصوصية تستوعب تضم وتحوى تتسع المضاد تضيق على وبكده نكون وصلنا النهاية الدرس النعاردة انتظرونا ان شاء الله في الدرس آخر وتمنى نكون استفدتم ولا تنسونا من صالح دعائكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر